السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أحبابي في الله نتمنى أن نلقيكم هذا الفيديو في الصحة وسلامة ورحة البال وتكونوا دائما بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سنجد معكم واحد الفطائر التي تجي رائعة صالحة للغدا أو للعشاء أو حتى للفطور للملاء أو لللمجة المهم هي خفيفة أو إلا كنتو غدين في شي خرجة فهي سهلة تتحضير بواحد الحشوة اللي كتكون رائعة جدا نكتشفوا جميعا الطريقة والمقادر بإذن الله إذا هنا كما كتشوفوا فغدين نحتاجوا الأربعة كؤوس من الدقيق عبر كاس العنبة أو باش مما عبرسوا مهم أنا عبرت بهذا كاس الدين لأتي أربعات الكؤوس من الدقيق الأبيض اللي صالح الجميع الاستعمالات ثم نصف كأس من الدقيق الأصفر أو الفينو إذن ده ضروري كنغربل دائما الطحين باش نحصل على نتيجة نتيجة مرضية ثم فيه كنخلط هذه العناصر بنتهم ثم كنزيد ملعقة من الملح أو ملح حسب الضوك ثم ملعقة صغيرة من الخل أو ممكن تعوضه بعصر الليمون أو الليمون الحامض ثم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يمكن تعوضها بالزيت النباتية أو الزبدة مهم الليم توفر عندكم ثم غادي نحتاج الكأس ونصف من الماء كأس عنبة باش ما عبر سطحين باش ما غادي نعبر الماء إذن هنا بالنسبة للنصف الكأس ما غادي نزيده كله لأن كما كتعرفوا كين الدخيق اللي كيشربوا كين الدخيق اللي ما كيشربش بالتالي فأنا درس كأس من الماء ونصف الكأس لاخر غادي نبقى نزيده شوية بشوية إلا شفت العجينة دي اللي حتاجت لي الماء غادي ننضيفه إلا شتها صفي الجمعات ما محتاجه للماء فما غاديش المهم غادي ننضيفه بالتدريج كما كتشوفو هانتو ما 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 سرعتش هنا الفيديو خليتو عادي بشيبن لكم صافي كنقى نجمع العجينة ديالي هكا شوية بشوية حتى كنشوف بأنها أخذت الكم الكافي ديال الماء هانتو ما هنايا إذا دا كنمص فغير الربع دياله الربع إذا في التوطال استعملت كأس وربع من الماء كأس وربع فقط اللي استعملت باش نحصل على واحد العجين اللي كسكون لينة صافي كنقمها واحد جوش دقائق غير كنلعب بها شوية هكا باش كن باش كت جمع راسها وصافي مش كن ندلكها ولا مهم غير باش كتجي مجموعها مزيان صافي هانتو ما غادي نغطيها ونخليها ترسح ثم كندوز نوجد الحشوة ديالي بنسبة الحشوة هنا ضفت قطرات من الزيت حسب الضوء بطبيعة الحال ثم كندير هادي بسلا مقطع طريفات صغيرين كنزيد عليها فليفلا اه اه امكلكم تديروا الفلافيل بثلاثة اه على حسب المتوفر عندكم انا درت هنا يا غير الخضراء صافي كنشحرها شوية وما كنزيد جوج جزارات جوج غزوية محكوكين صافي وهنا يا غادي نستعمل المرقاس او الصوسيس كل واحد كيفاش كيسميه المهم هو اللي غادي نستعمل غادي نقطع طريفات صغيرين وغنزيدو على الحشوة ديالي في كيف ما كتسعرفو هو ميدم ذاك شاء لاش مادر تشزيس بزاف الحشوة ديالي فباش بغيت نقلل البصلة و الخضر الاخرى فهنا كندير الملحة اللي حسب الضوغ فاحنا كنعارفو بان المرقاس ديجا فيها شوية ديال الملحة تندير شوية ديال سكنجبير حسب الضوغ شوية ديال ابزار كذلك حسب الضوغ المهم هنا يا العطرية كديروا اللي يعجبكم اللي كيروقكم ودرس كذلك شوية ديال البابريكا او الفلفل الحلو هنا يا البذار درس كذلك شوية ديال الفلفل الحر كيبقى لكم على حسب الضوغ ديالكم اللي كي يجبو الحر يمكن يديرو اللي ما كي يجبوش ما يديروش صافي كنخلط العناصر ديال حتى كتنساجم معها العطرية وبطبيعة الحال شوية ديال القصبرو مع دنوس كنخلط كل شي حتى كنساجموا لي مع بعدياتهم ثم كنضيف جوج معالق كبيرة ديال الاولى وحدة المهم اللي حسب المتوفر عندكم ديال الجوبن الكريمي اما جوج قطع من الجوبن الكريمي او ثلاثة او اللي يعجبكم حسب المتوفر عندكم ثم تقريبا ما يعادي الوحد جوج معالق كبار ديال ما تشاء سلسط التماطم ماشي التماطم المركزة اللي عنده التماطم المركزة يحاول تلقها في شوية ديال الماء ويدير ملعقة صغيرة غير باش كتعطينا شوية ديال الحموضية ففي هنا كنرجع للعجينة ديالي كنقطعها الى اربع قطع وصفي كننحاول نقدهم مزيان ونحطهم ونبدأ نشكل كل غادي في النهاية غيكون عندي جوج قطع يعني كنجو جوج قطع ديال العجين غدي يجمعو في عجينة وحده اذا هنا غادي نحساج شوية ديال الزبدة مدوبة سواء المارغارين او الزبدة العادية من الاحسن كنندوبها شوية ثم كنطلقي العجينة ديالي شوية بشوية بحل شكل ديال الرغيف او المسمن يعني كنطلقيها مزيان هنا ره مشالية واحد المقطع ديال باش كنسرح اللوولانية سوف نحضر المسمى 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 كما قلت لكم بحال مسمن تماما ودائما كنعرفوا بان العجينة ديالنا ناجحة هي من كتبان لنا هاد الفقاعات هادو يعني راه العجينة مخدومة ممزيان ومرسحها مزيان صافي كندهن بالزبدة وكنشكلها على شكل مسمنة وخط قطع معاكم العجينة ماشي مشكل كتحاولوا بطبيعة الحال ما تقطعش ولكن لا تقطعت راه ماشي مشكل دنيا هانيا صافي كنشكلها على شكل مسمنة هنتما او محاجب كل واحد كيفاش كيسميهم مسمن رغايف محاجب كل واحد كيفاش كيسميهم صافي ها هي اذا غادي نسرح واحد اخرى القطع الاخرى المتبقية وغندير وسط منها هادي اللي صايبس صافي بنفس الطريقة كندير اللولة وكنجمع ليها العجين بشوية بشوية وتندهن دائما بالزبدة تقريبا هنا احتاجت الواحد عشرين جرام ديل زبدة كافية بشترك لكم بشترك لكم العجينة ديالكم صافي كنخليها وكنبدأ باللولة اللي خديت هنا ضروري الاستعانة بالدقيق خصوصا إلا استعملتوا المارغارين إلا استعملتوا المارغارين فضروري تستعنوا بزاف بزاف ديال الدقيق لأنها كتجي لعجينار طبار 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 بزاف وكتلصق فضروري تبقى وترشوا وتقلبوها باش ما تلصق لكم في سطح العمل صافي ماشي مشكل حنرا كنقطعوا لها الأطراف باش كنقدوها إلا قدرتوا أنكم تصرحوها مقدم زيان مقدرتوش مش مشكل فتقدرو تقطعوها من بعد كيم مدرس أنا يا وتقدو لها الجواني بزيلها ثم كنقطعوها على ستة شرائط كيف مبغيتوا لكم كامل هذا الاختيار بالنسبة لشكل اللي بغيتوا تقدرو تدروها على شكل متلاتات تقدرو تدروها على شكل مربعات تقدرو تدروها على شكل بحل ميني باقيت كما درس أنا يا صافي كنحط له الحشوى ديالي في الوسط في الحشوى رهي باردة شتيوها كم عسلة كم تبرك اللاشحال غزالة صافي كنجمعوا عليها العجين ديالي وخيبا لكم شكل مم قادش ماشي مشكل راه تقدرو تقدوه المهم كما بغيتونتوما بدون اي مشاكل بغيتوا تدروها على شكل متلاتات بغيتوا تدرو على شكل شوصون كيفما راقكم المهم صافي انا درتها هنا على شكل بغيت غادي نقطع لها مازال الاطراف من جناب نقدهم لها ونزينها بالفرشتة وندير لها شوية نفل حشوى من الفوق بحال شكل ديالي كنديروا لبغيت باش باش كتجيني مقامشة وزوينة اشتركوا في القناة سوف ننفذ بيضة تطبيق بصفة بيضة كاملة ونزيد معها جوجة مع صفتة التماطم يمكنكم تزيد معها غير الحليب او ملعقة من الحليب او ما أجبكم المهم انا غير سأعطني واحد اللون شوية دهابي هنا ندهن الوجه للفطائر ومن بعد نرشع لهم حبة السمسم ندخلهم الفرن لمدة 35 دقيقة 180 درجة نار من فوق ومن تحت وبطبيعة الحال يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتوا سواء بحبوب الشياء أو السمسم أو حبة السوداء اللي عجبكم النتيجة أمامكم نتمنى أنها ترقكم فعلا كي يجيوا رائعين سنقسم لكم واحدة باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل فهي كتجي معسلة شوفوا ما شاء الله الحشوة معسلة كتجي غزالة ومقرمشين من الفوق والعاجينة كتكون مورقة صراحة كتجي رائعا نتمنى تجربوها كنشكركم بزف بزف على المشاهدة وكن نقول لكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته